فمن أعظم لأسباب التحصيل مع الاجتهاد وسؤال الله التوفيق من أعظم لأسباب ذلك العمل بالعلم والاستقامة على مدل عليه العلم بترك المعاصي والاستقامة على ما أجب الله والنزوم السمت الحسن والاستقامة على الخير ولهذا يقول بأرسال رضي الله عنه من عمل بما علم أورته الله علم من لم يعلم وهذا معنى قوله جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى ويقول الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيء سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال علم بأن العلم نور ونور الله لا يؤته عاصي ونروى عن مالك رحمه الله أنه قال للشافعي لما جلس بين يديه ورأى حرصه على العلم وممنحه الله من الذكاء والفهم قال إذي أرى الله قد ألقى عليك من نوره فاحذر أن تطفئه بالمعاصي أو كما قال رحمه الله فالوظية لجميع الطلبة والطالبات المصية لجد في طلب العلم والحرص على تحصيله بالأسباب التي تعين على ذلك من حفظ المتون والمناكرة وحفظ الوقت والسؤال عما أشكل بعد العناية بعد العناية التامة بمراجعة المتون والعناية بالدرس والمناكرة فيه مع خباص الزملاء وإن العجل عن فهم المرال في بعض المسائل يسأل الأستاذ ويسأل من لديه علم يسأل من لديه علم عن ذلك يقول سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اشتركوا في القناة